السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومن أكثر الأسئلة اللي بتوصلني يا جماعة انه ليش ما بتعمل تجميعة إنشاء المحتوى ودايما تركيزك على تجميعات الألعاب فكرميل نوع أنا من المحتوى ولبي طلباتكن هنبني اليوم بتجميعة إنشاء المحتوى ولما نقول نحن تجميعة إنشاء المحتوى يعني من الطبيعة انه هي كمان هتنفعل الجايمينج على الأعلى عددات بدقات عالية مثل مثلا 2K وحتى 4K طبعا هيدا الشيء بيعتمد على مواصفات التجميع اللي انت عملت عملها بس اليوم المبلغ اللي احنا معناياه بين الـ 2000 للـ 1200 دولار اللي نبني فينا هيدا التجميعة ومتع تلهم إنه قريبا جدا فيه تجميعات اقتصادية أرخص من هيك بكتير حتكون لألعاب والإنشاء المحتوى بس طالب القطاع لأنه هدرنا نحن القطاع الاقتصادية ندفع من فلوسنا فكرميل بس يوصل القطاع طالبهم ونطرهم بس لحتي ليوصلوا بس بالوقت الحالي معظم منشئين المحتوى اللي عمال يسألوني على تجميعات ميزانيتهم عمالة تكون بين الـ 1500 للـ 2500 دولار فهيدا المواصفات هتكون تقريبا بهيدا السعار بين الـ 2000 و200 دولار هتكون تجميعا فيك تقول أنت عالمي بالشكل وبالأداء تعالي حتى لخبرك على التفاصيل بس قبل ما نروح عليهم بدنا أول شيء ما ننسى أخواننا من الدعاء والتبرع عند المقدرة وأتمنى منكم يا شباب أنه ما أحدا يتبرع من خلال مواقع التواصل مثل اليوتيوب وهدار المنصات لأنه أكتر من 50 بالمية من المبلغ بروحنا الموقع ومش للي محتاج للتبرع هالفيديو برعاية موقع كيزفان لبيع مفاتيح ويندوز 10 و11 الأصلية بس هالمرة منك محتاج كود خصم القناة مباشرة حتلاقي السعر تقريبا بحدود السبعة دولار للويندوز 10 كل اللي عليك تعمل أنك تختار المنتج تدفع بأي بطاقة ائتمانية عندك وبتلاقي الكود وصلك على الايميل خلال 10 إلى 15 دقيقة دخله بخانة تفعيل الويندوز ولا هون بيصير عندك ويندوز 10 أو 11 الأصلي ومنفعل وفي عندكم كمان شوية خ على الحزم بس ساعتا هون بدك تستخدم كود الخاصم الخاص بالقناة يلي حيطلع قدامك على الشاشة هلا هلا صار فينا نحنا نحكي عن التفاصيل لما نقول نحنا تجميع انشاء محتوى ضخم يعني بدك تدير بالك كتير منيح على المعالج اللي انت بدك تشتري لانه حيكون فعليه اعتماد كتير قوي يكون معالج بعدد انوية كتيرة حتى يستحمل معنى الضغط ويلبي الملتي تاسكينج اللي انت بدك تعطيه هوني أفضل خيار كان معالج الـ i7 14700K طبعا هيكون في عنا نحنا بعد معالج الـ 13 و الـ 14900K بس معالج الـ i7 ما هيقصر معنى نهائيا وخاصة بعد زيادة عدد الانوية بالجير الـ 14 فمعالج الـ 14700K بيجي بـ 20 نواة بين اداء وكفاءة استهلاك الطاقة تقريبا بين الـ 230 للـ 280 وات اكيد فيك انت تروح تفتح اعدادات الطاقة من البيوس لحتى لي يصير الوصل لـ 300 بس صراحة ان شفت مقرة لازمة وما قدمت فرق بالاداء بس رفعت بالحرارة بنسبة نقطة الحرارة واستهلاك الطاقة حيكون افضل من الـ i9 يلي بيسحب تقريبا حوالي 300 لـ 350 وات وحرارته بمعظم الاحيان من الـ 90 لـ 100 درجة ومن المهم جدا ان المعالج اللي بدك تختاره يكون K لانه بحالة انشاء المحتوى حيكون في عندك افادة كبيرة من كرت الشاشة المدمج خاصة الموجود بمعالجات انتل ستقدر تستفيد منه بالرندر وهدور الامور وما بالنسبة للوحة اللي حيركب عليها هذا المعالج فمن الضروري جدا انه هي تكون قوية يا جماعة بمراحل طاقة كافية لسحب المعالج وخاصة بحالة الرندر لانه اذا انت بتروح بتاخد لوحة اقتصادية هتصير تجميع تفصل وتعمل معك ريستارت كل ما تضغط المعالج لانه دوائر الطاقة ما عمل تلبق احتياج المعالج طبعا هيكون في عندك لوحات ارخص من الان عمالة بيقترح لك ايها اليوم بس لقيت انا هيدا اللوحة فيها تقريبا كل شي انت ممكن تحتاجه كصانع محتوى يلي هي زت 790 من جيجا بايت الاورس اليت اكس واي فاي 7 هيدا اللوحة مثل ما لتلك فيها كل المتطلبات صانع المحتوى من مراحل طاقة عالية لا دعم المعالج من دون ما يعمل معك مشاكل نهائيا لا هلا ولا بالم واكيد بيجي فيها يو اس بي طايب سي ويو اس بي ثري للفرونت بانيل وعشر منافذ يدور للباك بانيل وطبعا هيدا العدد جدا ضخم وبيفيدها كتير كصانع محتوى لانه انا اكيد ان حيكون في عندك كتير قطع واكسسوارات انت ممكن تحتاجها بصناعة المحتوى بدك توصل عندك على الكمبيوتر وبعد فيه كمان واحدة من التفاصيل اللي هي ممكن تكون صغيرة بس بتفيد صانع المحتوى لهم سلوتات الامدو طو لانه بعرف انه كصانع محتوى ممكن انك انت تضطر تبدل او تز تحب التخزين اللي هو موجود اساسا عندك على التجميعة فعملية تغيير الامدو طو السهري لانه هي بتجي من دون براغة بس قفل صغير بتفتحه وبتسحب التخزين بتبدله وبترجع بتركيب وما بتحتاج لفك وتركيب وبراغة وهيدر الامور بلا اضافة بعد لست منافذ ساتا طيب هيدول الساتا صاروا ادام انا شو ممكن احتاج فيهم بتجميعة جديدة مثل هاي شوف معظم صناع المحتوى بكون في عنده نهارتات ميكانيكية هيدول بكون للارشفة يعني من بعد ما انت تخلص شغلك بتروح بتقرشف اخبارك بالتخزينات الميكانيكية هيكون في عندك ست منافذ لهيدا الشي يعني بشكل عام التلة اللوحة كاملة متكاملة فيها كل المواصفات اللي بدك اياها وسعرها بين الـ 290 لـ 300 دولار وبما انه نحن عمنا نحكي عن تجميعة بشكل وبأداء حلوي يعني نحن ما هتمينا بس بالأداء عم نهتم بالتنين فبدنا نصرف حبتان على التبريد يلي هو هيكون كمان من جيجا بايت الواتر فورس الاكس دو 360 واحد من اقوى التبريدات بالسوق وعملت عليه اكتر من اختباري على شاش فيك تعرض علي انت مقاطع فيديو صور طبعا كمان فيك تعرض علي قراءات الجهاز بس للأمنة منها كتير دقيقة وفيها تأخير كتير ودرجة الحرارة اعلى من ما هي لازم تكون يعني فيك انت تسمي انه هي شكلية اكتر من انه هي دقيقة تعتمد على القراءات اللي بدأت تعطيك اياها وبالاضافة لمروح ارجي بيجو ماغنتيك وبيختصر عليك زحمة الاسلاك بس لك واحد بس كل المراوح اللي عندك بتوصلا واحد منهم على اللوحة والتين على الباور سبلاي منذ ما يكون في عندك زحمة بنهاية الموضوع ا اداء لهذا التبريد للحرارة انا صراحة شايفه جدا ممتاز مع معالج الاربعة عشر الف وسبعمية كاي الحرارة بايت تقريبا بمعدل السبعين لثمانين درجة تحت ضغط المعالج والرندر وطبعا هيدا الشي على اعدادات اللوحة المصنعية من دون ما نفتح الباور لمت وما وصل الى ثلاثمية وات لانه متل ما سبق وذكرتلكنا على حسب نتائج الاختبارات اللي انا عملتها ما بحاجة انك انت تطلع على ثلاثمية وات وتخلي الحرارة توصل لتسعين وللخمسة وتسعين درجة خليك بمعدل الميتان وثمانين ميتان وخمسين واضحة يكون الوضع جدا ممتاز وما هتخسر شي بالاداء نهائيا وللروح على الرامات اللي هي قطعة جدا مهمة لا انشاء المحتوى اللي هي هتكون سقف مفتوح بداية من ثلاثمية وفيك توصل فيها للمية واثنين وتسعين تجيبي ما عندك مشاكل اللوحة والمعالج بيدعمه وانت بقى ميزانيتك بمعنى نحن ميزانيتنا ما بتسمح لرقام جدا عالية فانا اضطريت روح مع رامات ثلاثمية بتردد ستلاف ميج بتضيف عليهم انتحبتان بعد اللي حتى اللي يصيروا 64 جيبي يعني انت بهذه الحالة بتكون بالسايف سايت وخاصة اذا شغلك على الافتر افكت لانه طبعا هدا الشي بيبلع عرامات بشكل مش طبيعي وفيه هلأ عنه شوية توفيرات انا هخبرك عنهم ممكن مباشرة تروح مع الاربا وستين جيبي اذا عملت اذا خدت بنصيحتي ووفرت بالقطعة اللي انا هقال لك ياهن لانه قبل ما اروح على هيدول التفاصيل بدي احكيك اول شي على التخزين اللي انا ما ها اقترح لك فيه شركة معينة بس ه اعطيك نصيحة جدا مهمة وحاول انك انت تعتمدها انه دائما بتجميعات انشاء المحتوى حاول انك انت تعتمد على تعدد التخزينات يعني مثلا ممكن انك انت تركب 500 جيبي او واحد تره هيدا تخزين هيكون بس مخصص للويندوز والبرامج اللي انت بتستخدمها البرامج الاساسية بترجع بتضيف كمان تخزين تاني بمساحة اثنين تره او اربعة تره على حسب احتياجاتك يعني بسرعات بس تكون عالية خمسة او سبعة جيبي بيكون وضع جدا تمام هدره لملفات الم المشروع اللي انت شغال عليه وبعدين بقى انت بتضيف هاردات ميكانيكية على قد ما بتسمح ميزانيتك او على قد ما بيتطلب شغلك هيدول بكونوا للارشفة بهيد الحالة انت بتضمن انه مشروعك ما يتضرر اذا الويندوز هياس اذا صار في عليه مشاكل اذا اضطرت تعمل فورمات كل ملفات المشروع بكونوا مباشرة فيه لهيدا اثنين تره يلي انا بسميه عادة اذا صار عندك مشاكل بالويندوز تعمل فورمات بس ما بيروح مشروعك من 2 تره ومن بعد ما تخلص منه بترجع مباشرة بتاخد ملفات اللي خلصتهم بتروح بتحطهم بتأرشفهم يعني بالهاردات الميكانيكية بهيدا الحال انت بتكون حامي ملفاتك الويندوز سهل انك انت تتحكم فيه وبتكون حامي كمان المشروع اللي شغال انت عليها وما بالنسبة لكرة الشاشية اللي هو بتجميعات انشاء المحتوى بيعتمد على الفيرام بشكل كبير يعني مثلا انت فيك تروح مع كرة 3090 او 3090 تي اي لانو بيجي ب 24 جي بي فيرام او ممكن مثلا تروح مع كرة ال4070 تي اي اللي بيجي بي 12 جي بي فيرام الاثنين هيخلصوا مع الشغل تمام صار قريب من بعض بالسعر ما في كتير فرق بيناتهم انا مني وعلي اخترت كرة ال4070 تي اي بس لسبب انه انا ما عندي 3090 بينما 3090 او تي اي هيكون خيار افضل بكتير بانشاء المحتوى من ال4070 تي اي بسبب حجم الفيرام العالي اللي هو 24 جي بي متل ما خبرتكن بس طبعا بالمقابل ازا بتسمح ميزانيتك انت تروح مع كرة مثل ال4080 او مثلا كرة مثل ال4090 يلي هن الكروت جديدة طبعا هيكون الوضع افضل بكتير بس نحن ميزانيتنا كله على بعضها 2000 او 1200 دولار فازا بتفكر تفكير بس تروح ال4080 او ال4090 هيك انت خلص راحت عندك 75 بالمية من الميزانين المحددة وطلعت تقريبا لدبل سعر هادي التجميع وبالنسبة للباور سبلاي يلي 750 واط هيكون كافة لمتطلبات التجميع عندك خيارات متوسطة بالسعر مثل مثلا من كورسير او اف اس بي سعرهم تقريبا حوالي 100 دولار انا من عند استخدامة الالف واط من اي في جي اي بس لانه متوفر عندي بالستوديو ما عندي واحد اقل من هاكي والمتوفر التاني هو من ستريكس اي في جي اي لانه يعني كويس حسنته انه هو بالف واط بقدر انا اطور عليه بالمستبل اذا حبيت يعني يغير الكرت او بدل الكرت او حتى كمان اذا قررت ان انا ارفع من المعالج لل اي ناين مثلا بس سيقته انه ما بيجي فيه كابل لتولف في اتش باور فيعني ممكن انه هي تكون سيئة بس ممكن انك انت كمان تمشي حالك من دونك يعني مبادر اعتبار انا انه هي عاب بتوقف لشغلي او بتعطلني بالتجميع لأ يعني فيك انت تستبدالها بالكابل انه هن اساسا بيجوا موجودين بال الباور سبلاي الكابل القديمي اللي نحن بنستخدمها وبتستخدم الادابتر اللي بيجي مع كارت الشاشة هلأ هون هيدا الباور سبلاي سعره تقريبا حوالي المية وستين دولار والتاني اللي اخبرتكن عنه من كورسير او اف اس بي سعره تقريبا حوالي المية دولار يعني في عندكم فرق تقريبا بين ستين دولار ففيك انت توفر هيدول الستين دولار اذا ما حابب تروح مع الالف وات وتروح بتدفع لك عندي شي بسيط زيادة تاخد اثنين وثلاثين جي بي رامات تاني بديونك رابو فيك كل هيدور القطع وهون بتكن تعذروني يا جماعة لانه صراحة ما عندي مصدر للكيسات انا نهائيا محليا الاسعار غالي جدا واللاين الشحن كمان بعد حيكون اغلى من هكي فعم يسر اموري انا بس بالكيسات اللي هي موجودة او متوفرة عندي بالستوديو اللي انا شاريها من قبل وبالاضافة انه انا اكيد بنسبة كبيرة كبيرة انك انت ما تعتمد على اختيار انا بالكيس وحتروح تشتير الكيس اللي هي شكلها بناسب زوءك او بتناسب ثيم ستاف عندك بشكل عام بس بقد اقدر كمان هون اعطيك نصيحة انك انت تركز على نقطة الكفاءة بتدفق الهواء لانه كل القطع اللي معنايهن يا جماعة بيصدروا حرارة عالية فانت بدك كمان مصادر هوا حتى تقدر تبرد هدو القطع من دون بتخسر بالاداء نهائيا لنروح هلا على نتائج الاختبارات وكم نصيحة انا بدي اعطيك ايها خاصة ان اذا كان شغلك على البريميار في شوية اعدادات حيساعدوك كتير بالاداء وطبع انا عمالي بنصحرك بهذا الشي لانه في عندي شوية خبرة ممكن انا اعطيك ايها على حكم انه شغلي معظم الوقت يعني على المونتاج والادوب بريميار اول شي بتروح على اعدادات البرنامج وبتفعل خيار الجي بيو اكسليريتر حتى الكارت يساعد المعالج بشغل الرندر ويصير الوضع عندك اسلس واسرع كمان بالاكسبورت وارجع روح على الخيارات والاعدادات من برنامج الادوب بريميار حدد المساحة الاكبر من الرامات تكون لبرنامج الادوب بريميار وخلي الجزء الاقل يكون للويندوز وهذا الشي كمان بتروح بتطبقه ببرنامج الافتر اف لانه هيدا الشي حيساعدك كتير بالشغل وحيعطيك سراس كتير كبيرة لانه الرامات هي اكتر شي متطلبة لبرامج ادوب وبرامج المونتاج بشكل عامي يعني انا عندي مثلا حاطة 26 جي بيه لبرامج الادوب وستة جي بيه هيدا اللي حتكون للنظام والشغل تمام وما في مشاكل نهائيا واذا بتلاحظ بعد كيف التايم لاين تسلس جدا حتى اذا بخليك كمان السرعة التايم لاين ضربة 8 زي اللوز ما في مشاكل انا عادة اذا بتكون الرامات اقال وكارت الشيش والمعالج اقال بتزود ب بسرعة التايم لاين او مندو ما تزود كمان بسرعة وتلاقي عمالي عليه لقى الوضع جدا ممتاز وما تنسى كمان انه الفيديو فور كي فيه بقلبه جرافيكس في بقلبه التعديل كامل تقريبا هيدا الفيديو انا عم بعمله اكسبورت خلص في عليه اكتر من لاير لتعديل الالوان فمتل ما انتو شايفين الوضع جدا ممتاز وبالنسبة الى اكسبورت هيدا الفيديو متل ما قلتلكم على دقيقة الفور كي حيطلع مباشرة على اليوتيوب اخد تقريبا حواري لخمس د جدا ممتاز اما بالنسبة الى برنامج بلندر يلي بيستخدم هيدا البرنامج اللي قدرت انا اعمله هو رندر البي ام دابليو يلي خلص تقريبا بحدود دقيقة او 14 ثانية وبالنسبة الى نتيجة الفي راي للمعالج تلاتة وعشرين الف وميتان وخمسة والجي بيو كودا الفان واربعمية وتسعة وسبعين والري تريسنج الفان وميتان وواحدة وثمانين وفكرة سريعة عن اداء المعالج بضغط وفك ضغط الملفات من برنامج السابن زيب النتيجة صراحة طلعت جدا ممت مية وثلاثة وستين ميبس لضغط الملفات ومية وواحدة وتسعين ميبس لفك ضغط الملفات والميبس يا جماعة هي المليون انستركشن بر سيكنس بس انت العادة تكون عارف هي اختصار لشو بالنسبة الالعاب ما بديوا وقف عندهم كتير لانه احنا اصلا قلنا من الاساس ان هيدا التجميع على انشاء المحتوى بس بشكل عام بلعبة الكولوف ديوتي على التو كاي الترا ستنجز دي الاس اس على بالنس قدمت ميتان وخمسين فريم كونتر سترايك تو كاي هاي ستنجز قدمت تقريب ما بين 300-350 فريم واسطين طبعا ما فيك تحكمها بعدد فريمات معين لانه بتختلف المشهد للتاني وبلعبة السايبر بانك كمان على تو كاي الترا ستنجز مع ميديوم ارتي اكس يعني الصورة صراحة جدا ممتازة لانه مفعل فيها الارتي اكس على ميديوم ومفعل كمان لفريم جينيريشن قدمت تقريبا حوالي 140 فريم يعني بشكل عام انه هون بكون اعطيتك فكرة عن نوع العابي اللي هي متطلبة على المعالج مثل كونتر سترايك قدمت 300-350 فريم لعبة متطلبة على كارت الشاشة مثل السايبر بانك قدمت 140 فريم واللعبة بتضغط على الاثنين مع بعض مثل اللعبة كول اف ديوتي وقدمت بحدود 250 فريم وليكون بعلمك هذا الشيء خبرتك يا انا باور الفيديو انه اذا بتخفض شوية صغيرة مثلا من اللوحة بدل 300 لـ 200 دولار او بتروح مثلا مع كارت بدل الجيجابايت لكارت 4070 نفسه من شركة تانية وازا بتروح كمان مع تبريد مثلا الاركتك من فريزر يلي هو سعره 114 دولار وبتروح كمان مع باور سبلاي يلي هو 750 وات بتكون انت وفرت بهذه الحفلة كليات على بع 400 دولار بدون ما تخسر ولا واحد بالمية من الاداء بس انت هون ضحات بشكل ضحات بشوية ار جي بي ضحات يعني بامور بسيطة جدا اذا انت حابب تاخد الاداء وبينزل سعر التجميع من الـ 200 دولار لحدود الـ 1700 او 1800 دولار والاسعار كليات يا جماعة من النيو ايج الامريكي لانه انا ما بقدر حدد الاسعار على حسب بلدك انت او على حسب بلد واحد لانه بشكل عام الجمارك والضريب بتختلف من بلد للتاني انا بعتيك السعر صافي من المصدر وانت بارجع شوف النسبة يلي بتن تضاف عادة ببلدك لانه صراحة انا ما بعرف البلدان قداش نسبة الضرائب والجمارك اللي تنضاف عليها وبكرة الاحبال انا هترك لك روابط القطع كلها اذا كان بامازون او اذا كان بنيو اك بسندوق الوصف تحت وانت بقى ارجع زيد النسب على اساسهم وقرر ازا هي حتكون القطع مناسبة سعرية للك او بدك تختار بديل تاني وممكن تسألني تحت بالتعليقات عن البداية انا بجاوبك عنهم مباشرة او فيك تروح اذا بدك تحطهم بالديسكورد والشباب ما عمالي اصروا وانا عمالي يكون موجود بمعظم الاحيان وعمالي يعني ان تشوفش هن القطع المناسبة للتجميعات وبس يا جماعة هدا كان كل شي لبيد اليوم ازال اعطينا رأيك بسندوق التعليقات تحت طبعا ما تنسينا باللايك الازيزي وتشترك بالقناة بشوفكم اذا الله اراد بالحلقة الجاي والسلام عليكم